احنا كثير بنسمع عن مصطلح سوق التغزية ولكن..ي أيها سوق التغزية هل سوق التغزية دا معنية ان الشخص اكلته قليلة ومش مكفيى يعني بيأكل قليل ولا معناه ان الشخص بيأكل مش صحي بالحقيقه سوق التغزية دا مصطلح واسع جدا والنهاردة هنلم كل حلب نحنا ممكن نشوف حد بيأكل كويس جدا وبيأكل كتير كمان ولكن مع ذلك عنده وبيعاني من سوق التغزية وتوابع سوق التغزية سوق التغذية حالة لا يستهان بها نهائي ليه بقى؟ لأن تغذية جسم الإنسان بتأثر بشكل مباشر على صحته وجميع وظائف وأعضاء جسمه حتى أنها بتأثر بشكل مباشر على الجهاز المناع يعني ممكن نلاقي شخص مناعته ضعيفة نتيجة أنه مش بتغذى كويس على مدار العصور دراسات كتير تسجلت في التاريخ عن أمراضه أو بقى النص تصابوا بيها إصار سوق التغذية أو بسبب سوق تغذية كمان في الحروب كمان في الأزمات العالمية دايما دايما بنذكر سوق التغذية ونكون حذرين قوي أنه ما ينتشرش وما ننساش كمان أن الصحة العقلية والصحة النفسية هي كمان بتتأثر بالغذاء كل حاجة في جسم حرفيا بتتأثر بالغذاء ونوعه وكميته اللي أنا بتغذى عليه الإنسان بإيده يتجنب أمراض كتير جدا مقابل أنه يتغذى كويس عشان نعرف جميع حالات سوق التغذية الأول لازم نعرف إيه هي التغذية السليمة التغذية السليمة هي أن الشخص يدخل جسمه جميع العناصر الغذائية بالقدر وبالاحتياج الكافي الجسم يعني إيه؟ يعني لكل شخص في مرحلة عمرية معينة في سن معين في وزن معين في حالة صحية معينة لازم يقول له احتياجات خاصة بهو فاحتياج الجسم وفقا لحالته بيقول له أنا محتاج كمية محدودة من كل عنصر الغذية لحين إن الشخص أخد أكتر من الكمية دي أو أخد أقل من الكمية دي فبيصاب بسوق التغذية النقطة الثانية بقى هي العناصر الغذائية دي العناصر اللي ربنا خلقه لنا عشان تقدر تبني الجسم والجسم يستفاد منها ويقوم بكل الوظائف الحيوية اللي مكلف بيها نقسم لمجموعتين المجموعة الأولى لازم ياخد منها كميات كبيرة بس برضو وفقا لحتياج جسمي ومفحش أخد كتير ومفحش أخد قليل زي يمين؟ زي الكربوهيدريت أو نشويات زي البروتينات زي الفات أو الليبت اللي هي الدهون ومجموعة تانية الجسم بياخد منها كميات قليلة وفقا لحتياجه زي الفيتامينات والمعادل فيه كمان معانا الألياف الغذائية أو الفايبر والمية بشكل أساسي هنقول بقى مثال نوضح به زيادة أو فقدان أو نقص العناصر إزاي بيسبب سوء تغذية سي إن الشخص محتاج 2 جرام سوديوم في اليوم فلو الشخص أخد 6 جرام سوديوم في اليوم الواحد هو كده عرض نفسه لسوء تغذية ولو الشخص أخد نصف جرام بس في اليوم الواحد فهو كده برضو عرض نفسه لسوء تغذية ولو الشخص بقى ما أخدش سوديوم خالص فهو كده برضو جاء لسوء تغذية الثلاث حالات بيسببوا لسوء تغذية فقدان العنصر الغذائي أو زيادة كمية العنصر الغذائي أو نقص كمية العنصر الغذائي داخل الجسم الثلاث حالات يسببوا لسوء تغذية مش كده وبس في أسباب تانية لسوء التغذية النقطة التانية اللي ممكن تسبب لي سوء تغذية هي إن الشخص لازم يختار النوع الجيد فقط من الطعام زي ايه؟ زي عندنا الدهون في الدهون الصحية للجسم وفي الدهون السيئة كل ما الشخص دخل لجسم دهون سيئة كل ما حصل له سوق تغذية كل ما الشخص دخل لجسم دهون سليمة وصحية وتجنب الدهون السيئة بقى بصحة كويس عندنا كباني النشوياء في النشويات البسيطة اللي بترفع سكر الدم بسرعة ودي تعتبر سيئة والشخص لو تعود عليها وأحد منها كميات كبيرة هيصاب بمرض السكر أو تصلب الشريين يفضل ان انا اعمل كنترول كويس قوي عليها وفي المقابل في النشويات المعقدة النشويات الصحية النشويات اللي بتنظم سكر الدم مش بترفعه والنوع ده من النشويات يفضل ان انا بتغذى عليه بشكل اساس بالنسبة للبروتين فما ينفعش اكل بروتين من اي مصدر وخلاص لان في الأسينشيال أمينو أسد ده عشرين حمضة أميني موجودين بس في المصادر الحيوانية من البروتينات يعني البروتينات الحيوانية بس فالانسان لازم يتغذى جزء من بروتيناتو بتعتبر بروتينات حيوانية عشان يقدر يحصل على الأحماض الأمنية اللي الجسم مش بيصنعها ولازم يحصل عليها من بره وفي حين ان انا فقدت البروتين الحيواني او مصدره فانا كده بيحصل عندي سوق تغذية من ناحية الاسينشيال أمينو أسد في نقطة كمان بتأثرلي على سوق التغذية وهي الكواليتي وطريقة البروسيسينج اللي تم بيها الطعام يعني طريقة اعداد الطعام زي ايه مثلا زي انه من السيء الاعتماد الشخصة على المقليات الطعام اللي بيحتلط بزيت وبيتقل كتير فده طبعا عادة سيئة لاعداد الطعام طيب افضل مشوي ولا افضل مسلوق على البخار ولا افضل اكله نيه لكل طعام حالة هي الافضل للطعام ده فانا لما بدخل في التغذية العلاجية فبقول ان ده افضل حاجة ليه انه يتاكل فرش او انه يتسوى على البخار او ممكن ناكله مشوي من ضمن كمان الكواليتي هو تغذين الطعام بعض الاضافات اللي بتضاف عليه في عمليات الصناعة زي المواد الحافظة وزي الاضافات دي كلها اللي بتحصل للطعام لحد ما يوصل للمستهلك او للشخص اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي النقطة يمكن الاخيرة هو سيفتي الطعام يعني ايه يعني ما يصحش اكل طعام في ميكروبيت يعني ده هي سبب تلوث غزائي وهيعرض لشخص لسوق تغذية ده خليني امنع اتغذى على طعام مكشوف او في اريا ملوسة او متحضرش بشكل في امان اكتر كله ده ممكن يؤثر لي على جسمي بسوق التغذية نختم بقى كلامنا بكلمتين مهمين جدا جدا احنا ذكرنا ان الكل شخصة في مرحلة معينة من عمره له احتياج غزائي خاص بيه وتبقى كمان للحالة الصحية صح؟ هنخلي بالنا هنا ان الكل مرض معين نظام غزائي خاص بيه هو بس زي امراض الكلا زي امراض الكبت زي مرض السكر زي الكنسر كل حالة من دي لها نظامها الغزائي الخاص بيه لو الشخص اخلي بيه يعني لغبط فيه وما اخدوش هو كده وبدأ ياخد عناصر طبيعية جدا زي الشخص الطبيعي فهو كده بيعرض نفسه لسوق تغذية وسوق التغذية هنا هيؤدي لتدهور الحالة الصحية عنده وبس كده يارب اكون قدرت اوضح يعني ايه سوق التغذية اتمنالكو صحة جيدة ونظام غزائي سريع